بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بحل هذه الدلة اللغة الاتمية الشاملة التي تحوي التكامل والمساحات والمناقشة البيانية الدورانية ها هي أمامكم لاحظوا جيدا إذن لننطلق على بركة الله في الحل نقطة بنقطة إذن لتكون الدلة F معرفة كما يلي بالعبارة هذه المعرفة على R نجمة لماذا اختار كلمة R نجمة لأن هنا أبنائي بالداخل في هذا المكان إلا الصفر الذي لا يحقق وهنا كذلك إلا الصفر الذي لا يحقق فقط الآن قال رسمها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجيس ادرس تغييرات الدلة F إذن هنا في الأول ننطلق في شيء اسمه النهاية إذن عندنا ها هي العبارة أبنائي نقطة بنقطة ونتعلم إذن عندنا أولا إلى مجموعة تعريف هذه الدلة اللي هي D F قالتوا يسألنا R نجمة كلمة R نجمة معناها جميع الأعداد معدى الصفر يعني من ناقص مالا نهاية إلى الصفر اتحاد من الصفر إلى الزائد مالا نهاية يعني كم يجد لنا من نهاية يا أبنائي يجد لنا أربع نهاية واحد اثنان ثلاثة وأربعة هذا هو الأمر الأول إذن ننطلق في أول نهاية اللي هي نهاية الليميت F ل X لما X في الأول يقول إلى ناقص مالا نهاية تساوي الليميت واحد ناقص لغة رتم X مربع هكذا على X لما X يقول إلى ناقص مالا نهاية نتابع جيدا عندنا بعض النهايات في التزايد المقارن درستموها أبنائي ألا وهي الليميت لاحظوا جيدا الليميت لان X لاحظوا على عفوا على X قوة N لما X يقول إلى الزائد مالا نهاية تساوي الصفر هذه النهاية قد درست في التزايد المقارن الآن لكن هنا درست عند الزائد مالا نهاية ليس عند الناقص مالا نهاية معناه هنا أبنائي ما رأيكم نأتي إلى هذه النهاية في الأول نقوم بحسابها ثم نكمل نقول تابع جيدا نقول ليميت ناقص نترك تلك الناقص ونترك كل شيء هذا لا دخلنا فيه نحسب النهاية ثم نأتي لنوعوضها تابع لهي لميت لان X مربع تابعوا جيدا على X لما X يقول إلى ناقص مالا نهاية نتابع تقول القاعدة أنه يمكن لهذا أن ينزل إلى هنا فيترك ماذا تصبح لانا تساوي تابعوا جيدا سويا للميت إثناني في لغة رتم القيمة المطلقة لX على X لما X يقول إلى الناقص مالا نهاية قلت لما ينزل هذا العدد لهو الاثنان له الحق أن ينزل لكن يترك وراءه ماذا القيمة المطلقة لماذا لأن هذا X فيه القيمة المجابة وفيه القيمة السليبة لو كانت مثلا معرفة إلا من الصفر إلى الزائد مالا نهاية لا نزل بدون القيمة المطلقة يعني لا يتركه إلا إلى الأقواس لكن لما جاءت الدلة معرفة في جهة النقص مالا وجهة النزل يعني فيها السليب وفيها المجاب يجب هذا لما ينزل يا أبنائي يترك وراءه ماذا القيمة المطلقة كذلك الـ X هنا غير معلوم لو كان إثنان لقلنا أنه ينزل لو كانت هنا مثلا أربعة لا ترك هنا الأربعة نتابع جيدا هنا أبنائي ما رأيكم أن نستغل الأشياء ألا وهي خواص القيمة المطلقة خواص القيمة المطلقة عندنا القيمة المطلقة لـ X أبنائي تساوي لنا قيمتان إما تساوي لنا تحدثنا عن هذا كثيرا تساوي لنا X إذا كان X أكبر أو يساوي لنا الصفر هكذا أو تساوي لنا ناقص X إذا كان X أقل أو يساوي الصفر بهذه البساطة معنا تساوي لنا قيمتان بكل بساطة إذا كان X أكبر أو يساوي فتعطي لنا X أكبر أو يساوي صفر تساوي لنا X وإذا كان أقل أو يساوي يصبح لنا ناقص X تابعوا جيدا هنا أبنائي نحن في أقل أو يساوي لأن هذا المجال لو نلاحظ إليه هو من ناقص مالا نيايا إلى الصفر تابعوا جيدا هذا المجال هذا المجال هكذا يعني في الأصل لكن نحن عندنا المجال مفتوح معناه تصبح هكذا ركزوا أرجوكم حتى تعلموا معناه يا أبنائي لو نأتي بهذه القيمة ونعوضها في هذا الموضع تابعوا ماذا سوف نتحصل نتحصل على الليميت ركزوا إثناني في لغة رتم ماذا ناقص X لاحظوا أبنائي على X لما X يقول إلى ناقص مالا نهاية لم أفعل شيء يا أبنائي إنما هذه القيمة أتيت بها ووضعتها في هذا المكان لأن نحن بجوار ناقص مالا لو كنا بجوار زائد مالا أتينا بهذه القيمة وعوضناها في هذا الموضع لكن هنا بما أن عند النقص مالا نتحدث مع النقص مالا نهاية تصبح لنا هذه القيمة لكن نحن عندنا يا أبنائي في التزايد المقارن أركزوا عندنا هذه النهاية نعم نهاية شهرة لكن عبي جوار زائد مالا نهاية تابعوا ما رأيكم أن نستغل شيئا آخر لهو التبديل متغير ونقول نضع لاحظوا جيدا نضع T هو الذي يساوي لاحظوا جيدا نضع T يساوي لنا ناقص X ركزوا معي قلت نضع T يساوينا ناقص X معناه أنه X ماذا يصبح يساوي يصبح يساوينا ناقص T لم أفعل شيء قموا بالضرب هذه في ناقص واحد تصبح لنا هنا X وهنا ناقص T يعني لم أفعل شيء تابعوا جيدا الآن في كل من لاحظوا هذا المكان هذا الناقص X نعوض في مكانه T معناه هنا نعوض بشيء اسمه T هكذا هنا يصبح لكم T وعندنا كذلك في مكان X نعوض بناقص T يعني هنا نأتي ونعوض يا أبنائي بماذا بالناقص بناقص T لم أفعل شيء إنما بدلت المتغير كذلك الآن قلنا أنه X يقول إلى ماذا ها هو أمامكم X يقول يا أبنائي إلى ناقص ما لنهاية تابعوا جيدا نحن إذن عندنا X يقول لنقص ما لنهاية لو نأتي بهذه القيمة ركزوا معي ونعوضها في هذا الموضع يا أبنائي أين يصبح T يقول لاحظوها بأم عينكم T يصبح يقول أتى بناقص ما لنهاية والناقص هذه كأنما تصبح ناقص ناقص ما لنهاية والناقص ناقص ما لنهاية تصبح لنا كم تصبح لنا زائد ما لنهاية يصبح معناه T يقول إلى زائد ما لنهاية معناه يأتي هذا في هذا المكان ركزوا أرجوكم نقطة بنقطة حتى تعلموا تصبح هنا T لكن أين أصبح يقول أصبح يقول إلى زائد ما لنهاية لاحظوا لاحظتم التغيير الذي حدث يا أبناي هذا ما نسميه تبديل متغير معناه يصبح لنا تسوي لنا أركز اثنان في لغة رثمة T على ماذا على ناقص T لكن هذا الناقص له الحق أن يأتي إلى بداية الكسر يعني يضع في هذا المكان يعني لا يحدث لنا إشكال مع T يصبح يأول إلى زائد من النهاية ها قد وصلنا إلى هذه النهاية الشهيرة إذن ماذا تعطي لنا يا أبنائي هذه لاحظوا اللغة لتنتي على T لما T يأول إلى زائد من النهاية نهاية شهيرة قيمتها كم قيمتها صفر والصفر في ناقص اثنان كم يعطي لنا صفر إذن لاحظتم يا أبنائي كيف فعلت الآن معناه هذه كليا جاءتنا بشيء اسمه صفر إذن كم تساوي النهاية يا أبنائي تساوي لنا واحد فقط يعني هكذا تعلمنا إذن هذه النهاية أعطت لنا واحد فقط لاحظتم كيفية استغلال تبديل متغير بهذه البساطة الآن أبنائي بعدما أكملنا مع النهاية هنا نأتي مباشرة إلى الزائد من النهاية لأن الزائد من النهاية تأتي وراه ثم نتحدث عن الأعداد عند الزائد من النهاية يا أبنائي ركزوا أرجوكم إذن عند الزائد من النهاية كذلك تصبح لنا ماذا تصبح لنا لميت لاحظوا لميت ماذا واحد ناقص اثناء عفوا ناقص لغة رتمي ماذا إكس مربعة على إكس لما الإكس يقول إلى زائد من النهاية هذه لكن نحن عند الزائد من النهاية قلنا هذا إذا نزل لا يترك وراءه إلا الأقواس لأننا قلنا أنه في الأصل في الأصل في الأصل أنها ينزل ويترك القيمة مطلقة سوف نكمل نصبح لنا لميت ماذا واحد ناقص اثنان في لغة رتمية القيمة المطلقة لإكس على إكس لما الإكس يقول إلى زائد من النهاية لكن قلنا أن القيمة المطلقة يا أبنائي لإكس تساوي لنا ماذا تساوي لنا إكس إذا كان إكس أكبر أو يساوي الصفر يعني لا يحدث شيء معناه سوف نعوض هذه في هذا المكان يعني إكس ونجعل أقواس يعني بأمر بسيط لكن هنا عندنا أبنائي لاحظوا جيدا أن هذه النهاية هي نهاية شهيرة ها هو قيمتها ها هي كم سفر إذن يصبح لنا هنا كليا ماذا يا أبنائي سفر ها هي أمامكم كم تنتج النهاية سوينا واحد بهذه البساطة المطلقة هنا يوجد تفسير بياني كملحوظة هو إيغراج يساوي واحد مستقيم مقارب أفوقي وهو تاركون يعني ها هو السؤال الذي تركه لنا سوف نتحدث عليه لأن دائما النهاية لما تنطلق من ميلانهي وتجدها عدد عدد قول مستقيم مقارب أفوقي الآن بعدما أكملنا مع هذه النهايتان عند الزائد منهي والنقص ما قلنا عنها تسوينا واحد نأتي الآن أبنائي إلى النهاية عند الصفر نتابع جيدا إذن قلت نأتي بالنهاية عند الصفر أبنائي نتابع تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا الليميت ركزوا الليميت واحد ناقص لغة رتم إكس مربع على إكس لما الإكس في الأول يقول إلى الصفر بقيام أقل هذا الشطر الأول بقيام أقل لأننا قلنا من ناقص ما لا نهاية إلى صفر مفتوح اتهاد من صفر إلى زائد ما لا نهاية هذه القاعدة نتابع جيدا هنا أبنائي كذلك هنا لو ندقق هنا معي نقطة بنقطة أبنائي ونتابع عندنا هنا يمكن كذلك أن نستغل تبديل متغير أنه دائما أنه قلنا هذا ينزل إلى هنا ونلاحظ ماذا سوف يحدث يحدث يساوي لنا الليميت ركزوا الليميت واحد ناقص اثناني في لغة رتم القيمة المطلقة لإكس على إكس لما الإكس يقول إلى الصفر بقيام أقل الآن قلنا نحن نتحدثنا أن القيمة المطلقة لإكس تساوي لنا إما إكس أو إما ناقص إكس هنا إذا كان الإكس أكبر من الصفر وهنا إذا كان الإكس أقل من الصفر تابعوا أرجوكم نحن عند الإكس أقل من الصفر نحن عند الإكس أقل من الصفر ركزوا ها هو الإكس أقل من الصفر معناه نعوذ يقول أحدكم يا أستاذ لماذا لا تجعل المجال مفتوح يا أبناء نحن مع القيمة المطلقة ليس مع هذه العبارة كليا أنا أتحدث عن قيمة المطلقة لإكس فقط إذن تصبح لنا نأتي بهذه القيمة ونعوذها في هذا الموضع ماذا ينتج يا أبناء بنفس الخطة مثلما فعلنا مع ناقص ملعين تصبح لنا ليميت أركزوا ليميت 1 ناقص 2 في لغة رتماء الناقص إكس على إكس هكذا أبنائي لما الإكس يؤول إلى الصفر بقيم أقل لاحظوا عندنا نهاية كذلك شهيرة في اللغة التي تقول ليميت لان إكس لما الإكس يؤول إلى الصفر بقيم أكبر تساوي ناقص ملعين أما بقيم أصغر لا يوجد لنا هذا الشيء يوجد لنا قيم أصغر هذه غير موجودة يا أبنائي كيف نصل إليها كذلك نستعمل تبديل متغير نقول نضع بأبسط طريقة نضع ت ت يساوي لنا ماذا أبنائي يساوي ناقص إكس ومنه ماذا يصبح لنا ناقص إكس عفوا يصبح لنا إكس عفوا يصبح لنا إكس يساوي أبنائي يساوي ناقص ت لم أفعل شيء إنما اضربوا هنا في ناقص وهنا في ناقص تصبح لكم هذه القاعدة ركزوا هنا أرجوكم إذن لنكمل المسير نتابع جيدا إذن لكن عندنا الـ X قلنا يقول إلى صفر بقيم أقل ركزوا صفر X يقول إلى ضحضوا جيدا الـ X يقول إلى الصفر بقيم أقل لو نأتي بهذه القيمة ركزوا أرجوكم بقيم أقل معنى كأنما الصفر ناقص هذه الصفر ناقص يا أبني تخيل لو نضعها هنا ماذا يصبح يصبح T يقول إلى ماذا إلى الصفر بقيم أكبر يقول أحدكم كيف يا أستاذ تابعوا جيدا إذن الـ X هنا لاحظوا الـ X يقول إلى الصفر بقيم أقل يعني كأنما الصفر ناقص يعني قيمة تقترب إلى الصفر لكن سالبة هذه القيمة السالبة يا أبني لو نأتي يا أون وعوضوا هنا تصبح قيمة سالبة كأنما تصبح ناقص في صفر ناقص وهذه تعطينا صفر زائد كلمة صفر زائد معناها T يقول إلى الصفر بقيم أكبر هذا ما معنى كلمة صفر زائد والصفر ناقص يعني أمور تقريبية نتابع جيدا معناه يا أبني ركزوا أرجوكم يعني يصبح T يصبح يقول إلى ماذا T يصبح يقول إلى الصفر بقيم أكبر لاحظتم ماذا حدث تابعوا الآن ماذا ينتج ينتصبح لنا limit لاحظوا واحد ناقص اثنان في لغة رثمة قلنا ماذا قلنا في مكان ناقص X نعوذ بT معناه تصبح لنا T T ثم ماذا على لاحظوا جيدا على قلنا أن X نعوذه بناقص T معناه نعوذ هنا بناقص T تصبح هنا ناقص T أركزوا أرجوكم مع T يصبح يقول إلى ماذا إلى الصفر بقيم أكبر هذا الناقص مع هذا الناقص يا أبنائي سوف يصبحان ماذا سوف يصبحان هنا يصبح هنا زائد تركزوا أرجوكم هكذا ونحذف شيء اسمه هكذا هذا الشيء نتابع جيدا هنا سوف يحدث عندنا شيء algنا النهاية الشهرة ها هي أمامكم النهاية الشهرة لم هذه هي النهاية تابعوا جيدا معناه تعطي لنا كم تعطي لنا هنا في هذا الموضع لاحظوا سوف تعطي لنا في هذا الموضع يضع ركزوا تصبح دوسينا 1 زائد 2 في كأننا الصفر تسعطينا ناقص مالا نهاية على الصفر كذا ماذا الصفر زائد على الصفر زائد لأن تي لاحظوا هنا التي يقول إلى الصفر إلى الصفر بقيم أكبر معنى كلمة صفر بقيم أكبر في الرياضيات هي الصفر زائد حتى تكون على الدراية تصبح لنا واحد ناقص مالا نهاية على الصفر زائد وهذا ليس حالة دم تعيين كما يعتقد البعض إنما هي ناقص مالا نهاية بهذه البساطة المطلقة فقط كما كذلك عندنا أبنائي يعني يمكن أن نفسرها كذلك بتفسير آخر تصبح لنا هذه في الأصل يمكن كتابتها كذلك تصبح لنا للميت لاحظوا واحد زائد اثنان على على تي في اللغة رتمة لاحظوا تي ركزوا أرجوكم لما تي يصبح يقول بلا الصفر بقيم أكبر عندنا هذه 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 يا أبنائي بقيم عند الصفر بقيم أكبر قلنا كم تساوي تساوينا هذه النهاية الشاهرة اللي هي زائد ناقص مالا نهاية تصبح تساوينا واحد ركزوا أرجوكم تصبح لنا واحد زائد هذه أعطت لنا ناقص مالا نهاية ركزوا وعندنا اثنان على تي لما تي يقول إلى الصفر بقيم أكبر هذه نهاية الشاهرة تعطي لكم زائد مالا نهاية تصبح هنا زائد مالا نهاية زائد مالا نهاية في ناقص مالا نهاية تعطي لنا ناقص مالا نهاية ها هو البرهن كذلك عندنا الآن بقيم ماذا بقيم أكبر بقيم أكبر الأمر جد بسيط يا أبنائي نتابع لاحظوا جيدا إذا هذه بقيم أصغر لاحظتم الفعل الذي قمت به هو التبديل المتغير كذلك هنا لو نلاحظ جيدا هنا أبنائي ونتابع الآن بقيم أكبر هل يعني يمكن أن نستعيب تبديل المتغير أم نتحصل عليها مباشرة تابعوا جيدا تصبح لنا تصبح لنا ليميت واحد ناقص لغة لتما X مربع على X لما X عفوا لما X يقول إلى الصفر بقيم أكبر قلنا هذا ينزل نحن بقيم أكبر قلنا أن القيمة المطلقة لX تسوي لنا إما الX إما الناقص X لما هنا الX يكون أكبر أو يسير معناه سوف نأخذ ماذا أبنائي نأخذ الX عفوا هنا هذا ينزل أكيد هذا تلك الاثنان قد نزل ها هو نزل ماذا ينتج يا أبنائي ينتج لنا تصبح لنا تسوي لنا الليميت واحد ناقص إثنان في لغة لتما X على X لما X يقول إلى الصفر بقيم أكبر لاحظوا جيدا هنا نأتي كذلك إلى النهاية الشهيرة المعروفة لهي الليميت قلنا لان X لما X يقول إلى صفر بقيم أكبر تعطي لنا الناقص ماذا هذه نهاية الشهيرة معناه يمكن هناك كتابة لاحظوا جيدا تصبح تسوي لنا الليميت لاحظوا واحد ناقص إثنان على على X في لغة لثم X لما X يقول إلى الصفر بقيم أكبر لاحظوا جيدا هنا أبنائي نقطة بنقطة إذا هذه ها هي نهايتها تابعوا جيدا وقلنا أن نركز وقلنا أن نليميت إثنان على X لما X يقول إلى الصفر بقيم أكبر هذه الدرسة في السنة الثانية تعطي لكم زائد مال نهاية تعطي لكم زائد مال نهاية إذا لاحظوا ماذا سوف نتحصل بالأخير وقلنا أن نهاية صفر واحد ناقص ماذا زائد مال نهاية لاحظوا جيدا وركزوا معي ابنائي حتى تعلموا في ناقص مال نهاية نتحصلا في نكبر تصبح لنا نركز هذا بتظهر لهُ ن felicشدها عن звон وارفين والنهاية!!! هذه هي النهاية الكلية إذا بين الصفر دون الزي لاحظ كذ讀 الـ.. وال DenS video هكذا أبني قد تعلمنا كيفية إيجاد هذه النهاية الآن بعدما أكملنا يوجد هنا عندنا التفسير بياني ما هو التفسير البياني لهذه النهاية هو X يساوي صفر مستقيم مقارب شاقولي أو عمودي أو موازي لمحور التراتيب وفي هذه الحالة هو نفسه هو نفسه لما يكون X يساوي صفر هو محور التراتيب لهو X Y Y فتح بهذه البسطة المطلقة الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى شيء آخر اسمه المشتقة المشتقة هنا أبنائي مباشرة نقول F فتحة لX يساوي الواحد معروف لما نشتقه يذهب إلى الصفر ناقص ثم عندنا هكذا تابعوا جيدا هنا عندنا لو نلاحظ أبنائي إلى هذه العبارة نجدها أنها مكتوبة على شكل E على V و E على V تساوي مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع هذه قاعدة اللي جيدة فيها اللي هي الدلة التناظر يعني مشتقتها مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع الآن عندنا كذلك شيء آخر يا أبنائي ألا وهو ما هو لاحظوا اللي هو مشتق الدلة لغة رتمية مشتق الدلة لغة رتمية إذا كانت عندنا لان ركزوا اف لي اكس مثلا لاحظوا جيدا مشتق لان اف لي اكس يعني لان في بطنها دلة مشتقاتها هي اف فتحة على اف لاحظوا معناه اللان أصلا يذهب مشتق ما بداخل اللان على ما بداخل اللان أصلا مشتق تابعوا الآن وطبق تصبح هذا الواحد قلنا يذهب إلى صف لا نحتاجه عندنا هذا ناقص لا دخلنا فيه ها هو أمامكم يبقى ناقص لا دخلنا فيه مشتق البسطي بما أنها لغة رتمية تصبح مشتق اكس مربع مشتقل اكس مربع لما نشتق هذا ينزل تصبح لنا كم تصبح هكذا تصبح تسألنا اثنان اكس اذا نكتب هنا اثنان اكس مشتق البسطي في المقامي اذا المشتق عفوا اثنان اكس على اكس مربع لان مشتق الدالجة وغيرة مية قلنا مشتق ما بداخل اللان على ما بداخل اللان وما على داخل اللان thoughtful اركزوا ارجوكم تابعوا نقطة بنقطة اذا مشتق البسطي في المقامي المقام هو الاكس ها هو ناقص مشتقل مقام ما هو مشتقل x هو واحد في البسط في البسط لاحظوا ابنائي ها هو البسط على المقام مربع ها هي القاعدة كيف تقول نكمل هنا تصبح لنا f فتحة لي x يساوي لاحظوا عندنا x في x لهو x مربع هذا يعطي لكم هنا x مربع مع ال x مربع هذا يذهب مع هذا مع هذا x مربع على x مربع يذهب ماذا نتحصل نتحصل على ناقص ثم نفتح هكذا ونقول تحصلنا على اثنان فقط ناقص لغة رتم اكس مربع لاحظوا على اكس مربع هذا هو الشيء الذي تحصلنا عليه يا ابنائي لاحظوا اذا هذه هي مشتقة تلك الدالة اف الان بعدما وجدنا هذه المشتقة يا ابنائي نتابع كيف ندرس هذه المشتقة نتابع جيدا نقطة بنقطة نتابع الآن بعدما وجدنا المشتقة نقول اشارة اف فتحة لاحظوا جيدا نقول من اشارة ماذا من اشارة البسط لان اكس مربع موجب تماما حسب ماذا دي اف لان مجموعة التعريف قلنا هي اير نجمة والمقامين عديم عند الصفر اذا لا يدخل الصفر اذا ما علينا الآن ابنائي الا من اشارة البسط البسط لا تنسوا انه مضرب هنا في ناقص معنا هذا الناقص يدخل هنا ويدخل هنا ماذا ينتج ينتج لنا ناقص اثنان زائد زائد ماذا زائد لغة لتما اكس مربع لاحظوا تساوي لنا ماذا تساوي لنا صفر متابع جيدا اذا ماذا ينتج ابنائي ما رأيكم ان ننقل هذا الاثنان الى هذا الطرف ناقة اثنان تسبح لنا اللغة STEM x مربعة لاحظوا يساوي لنا اثنان للتخلص من اللا تقول قاعدة ندخل الاس الاسية عندنا خاصية هي challenged لغة STEM حيث A قيمة موجب تماما تساوي لنا A بشرط ابنائي لا يكون اي عدد موجود في هذا المكان. اذا كان ادخله الى هنا. هكذا. الان ماذا يصبح لنا? لو ندخل قلت الاسية تصبح هنا اسية وهنا الاسية والتساوي نحوله الى هذا الموضع. يعني منزعه هكذا كما تلاحظون انتم. يصبح لنا ماذا ابني? يصبح لنا اكس مربع يساوي لنا الاسية مربعة. الان بما انها مربع يعني شيء مربع يساوي شيء اخر لهو مثلا لما كنا نتحدث نقول اكس مربع يساوي اربعة كنا نقول اكس يساوينا جذر اربعة وهو اثنان واكس الثاني ناقص جذر اربعة وهو ناقص اثنان. هنا كذلك يصبح لنا اكس يساوي لنا جذر الاسية مربع لهو الاسية. ويساوينا ناقص جذر الاسية مربع الذي هو ناقص الاسية. اذا عند ماذا تنعدم المشتقة? اذا تنعدم المشتقة عند اكس واحد. عفوا نتابع ابنائي. اركزوا ارجوكم حتى تتعلموا الى هذا التمرين الرائع. اذا لاحظوا جيدا. سوف نتعلم ان شاء الله نقطة بنقطة. تصبح لنا اكس واحد يساوي لنا ناقص الاسية مثلا. و اكس اثنان يساوي لنا الاسية. اذا هذه هي القيم التي تعدم لنا ماذا تعدم لنا المشتقة. الان بعدما وجدنا التي تعدم المشتقة نأتي الى جدول اشارة المشتقة ليس جدول تغيرات. نأتي الى جدول اشارة المشتقة. لاحظوا جيدا. ها هي. ارجوكم حتى تتعلموا ابنائي لانها امور جد 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 هامة جدا. اذا لاحظوا ابنائي ها كذا. وها كذا. ثم نترك ها كذا المجال. ثم ها كذا نتعلم مع بعض. اذا عندنا ماذا ابنائي. عندنا قلنا ان هنا اكس من ناقص ما لا نهاية. وهنا عندنا الصفر لان العبارة غير معرفة مهما كان. يعني ها كذا لاحظوا جيدا كي تتعلموا. وعندنا هنا زائد ما لا نهاية. عندنا عبارة المشتقة ها هي. ها هي المسؤول عن اشارة المشتقة. لهي ناقص اثناني زائد لغارتم اكس مربع. عند ماذا ان عدمت. ان عدمت عند ناقص الاسية وعند الاسية. هذه قيمة سالبة وهذه قيمة مجابة. تقول القاعدة. هذه معادلة من الدرجة الثانية احذاره. لهي ناقص اثناني زائد لغارتم اكس مربع تساوي الصفر. هذه العبارة يا ابنائي. معادلة من الدرجة الثانية. كيف نحدد اشارتها. اشارتها هذا العدد. قيمته ماذا زائد. وهذا الذي يكون هنا بالداخل زائد. الزائد في الزائد يعطي لنا زائد. اذا الا موجب. معادلة من درجة الثانية. الا موجب. ماذا تقول القاعدة لما يكون الا موجب ابنائي. اذا نقول هنا نفس. النفس. وهنا عكس. يعني داخل. خارج مجال الجذرين. موجب. وداخل مجال الجذرين. سالب. هكذا. يقول احدكم يا استاذ. انك هنا هكذا. نقول ناقص في هذا الذي بالداخل زائد. يصبح هنا ماذا. يصبح هنا ناقص. وهنا ناقص. وهنا زائد. وهنا زائد. هكذا هتتعلم الى اشارات من هذا النوع يا ابني. الان بعد ما وجدنا هذا الشيء. تابعوا جيدا. وركزوا معي. تصبح هنا اف فتحة لكس. نفس الشيء. انها تنعدم عند الناقص الاسية. وعند الاسية. وهنا نملة فقط بكلمة زائد. وهنا زائد. وهنا ناقص. وهنا ناقص. الان بعد ما وجدنا هذه. نقول الدالة. اف كيف هي. متزايدة على المجال. ما هو المجال ابني. من ناقص ما لا نهاية. الى الناقص. عفوا. من ناقص ما لا نهاية. الى ناقص الاسية. وهكذا. اتحاد من الاسية الى الزائد. ما يعني المجال الذي فيه زائد. قل متزايدة. والدالة. اف كيف هي. متناقصة على ماذا المجال. من ماذا ابني. من ناقص الاسية. هكذا. الى غاية ماذا. الى غاية الصفر. احذروا لان الصفر غير معرفة عنده الدالة. ثم من الصفر الى الاسية. هكذا. يعني من هنا الى هنا. لكن هذا عليكم ان تحترموه لان الدالة. يا ابنائي غير معرفة هناك. غير معرفة هناك. احذروا من هذه الامور. الان بعد ما اكملنا مع هذا السؤال. نأتي الى جدول التغيرات. لان جدول التغيرات هو امر مهم جدا. الان لجدول التغيرات سوف نقوم برسمه النقطة بنقطة ابنائي. كي نتعلم الى هذه الدلة الرائعة. نتابع لنتعلم مع بعض. اذا عندنا ها هو الجدول. تابعوا. هكذا. هذا مجال المشتقى. وعندنا الاخر للدلة. اذا عندنا هكذا ابنائي. الدلة قلنا غير معرفة عند الصفر هنا في مفترق الطرق هنا في هذا المكان. علينا ان نحترم هذا الامر هكذا. لاحظوا. عندنا ابنائي قلنا ان الدلة الاكس من ناقص ما لا نهاية. وهنا الصفر وهنا الزائد ما لا نهاية. وهنا عندنا الاف فتحة للإكس. قلناها انها تنعدم عند الناقص الأسية وتنعدم عند الاسية. هنا قلنا ماذا? قلنا زائد وهنا زائد وهنا ناقص وهنا ناقص. ويأتي هنا هذ. هنا اف للاكس. ماذا تقول قاعدة متزايدة لاحظوا هكذا ثم ماذا ثم متناقسة هكذا ثم متناقسة ركزوا هكذا ثم متزايدة هكذا لاحظوا بأم عينكم يعني سوف تلاحظون هذه الأشياء هكذا ركزوا أرجوكم هنا عند الناقس مال نهاية كم وجدنا لو تتذكروا وجدنا واحد وهنا وجدنا ناقس مال نهاية وهنا وجدنا زائد مال نهاية تذكروا ذلك ربما نسيتم ها هي عند بقيم أكبر وجدناها زائد مال نهاية والجهة الأخرى وجدناها كم وجدناها ناقس مال نهاية وهنا وجدنا واحد بقيت لنا الأماكن الأخرى التي علينا أن نقوم بحسابها ماذا نحسب أبنائي نحسب آف لناقس الأسية يعني نعوذ في الدالة هنا نعوذ بأف لناقص الأسية لأن هنا إكس أف لإكس ركزوا هنا أبنائي نقوم بالحساب لنضع القيم هناك تصبح لنا واحد ناقص لاحظوا جيدا أبنائي ناقص لغة رتماء ناقص الأسية مربعة على الأسية على ناقص الأسية عفوا على ناقص الأسية في مكان قلنا الإكس نعوذ بناقص أسية إكس تصبح تساوي لنا واحد ناقص لغة رتماء الناقص الأسية لما نربعها تصبح لنا الأسية مربعة تصبح لنا الأسية مربعة على هذا الناقص نأتي به إلى هنا يصبح لنا زائد هكذا تصبح لنا ماذا أبنائي تصبح لنا واحد زائد هذا ينزل إلى هنا يصبح لنا اثنان في لغة رتماء الأسية على الأسية تصبح تساوي لنا واحد زائد اثنان لأن هذا مشهور كم قيمته قيمته واحد لغية الأسية على الأسية. اذا هنا سوف تعطينا النتيجة يا ابنائي تعطينا واحد زائد ماذا زائد اثنان على الأسية. اما لما الآن نعوذ بزائد الأسية معناه هنا في هذا المكان نعوذ كذلك. ماذا نجد نجد هكذا ثم هنا هكذا ثم هنا هكذا. لاحظوا الا انه هنا يبقى لنا هذا لانه هنا هذا النقص لا يحدث له شيء. تابعوا ينزل هذا الى هنا تصبح هنا هكذا. ركزوا ارجوكم. تصبح لنا هنا هكذا. تصبح لنا معناه واحد ناقص اثنان على الأسية. لم افعل شيء. انما في مكان هكذا لاحظ واحد ناقص لغة الأسية مربع على الأسية. تصبح تسوينا هذا ينزل واحد ناقص اثنان على الأسية. بهذه القيمة الآن. ثم بعدها ابنائي نقوم بغلق جدولنا هكذا. عفوا نترك بساحة افضل. هكذا نقوم بغلق الجدول. نتابع نقطة بنقطة ابنائي. لاحظوا ها هو الان الجدول اصبح مغلوق وواجد يعني وهكذا. الان بعد ما اكملنا مع هذا السؤال ابنائي نتطرق الى السؤال الاخر. نتابع جيدا. قال عين المستقيمات المقاربة. المستقيمات المقاربة نقول بما انه لميت ماذا لميت اف لإكس لما ال اكس يقول الى زائد ناقص ما لا نهاية يعني عند الزائد وعند النقص ما يعطي لنا واحد ماذا قلنا نقول ايجراج يساوي واحد مستقيم مقارب كيف هو افوقي. وعندنا لاحظوا اف لإكس لما الاكس يقول الى الصفر بقيم بقيم اكبر وقيم اصغر اعطت لنا زائد ناقص ما لا نهاية يعني اعطت لنا مرة زائد مرة ناقص ما نقول اكس يساوي صفر مستقيم مقارب عمودي او بمصطلح اخر شاقولي او بمصطلح اخر اه موازي لمحور التراتيب لكن في هذه الحالة الذي هو نفسه ونفسه يعني نفسه هو ايجراج ايجراج فتحه بهذه البسطة فقط هقد اجبنا على هذا السؤال بعدها بعدما اكملنا مع هذا السؤال نأتي الى السؤال الذي قال برهن ان المنحاني السي يقطع المستقيم دالتا الذي معادلته ايجراج يساوي لنا واحد ها هو الذي تحدثنا عليه المستقيم الافقي فيه نقطة يطلب تعيينهما الان لمعنى الاجابة على هذا السؤال يا ابنائي ما علينا الا ان نحل المعادلة ما هي المعادلة نحل الافلي اكس ناقص ايجراج يساوي افلي اكس عندنا قيمتها هي ما نعوذها هنا والايجراج ها هو نأتي به من هذا المكان يصبح لنا ماذا واحد ناقص لغارتم اكس مربع على اكس لاحظوا جيدا نقطة من ناقص واحد يساوي هذا يذهب مع هذا وينتج لنا ماذا ابني ينتج لنا ناقص ركزوا قال هو قال النقطاتها فقط ناقص لغارتم اكس مربع على اكس ركزوا ارجوكم هذه نجعلها تساوي السفر لانها لا يريد هو الوضعية لو قال الوضعية لقلنا اشارة البسط في المقام لكن هو يريد النقط فقط بما انه يريد النقط معناه كسر يساوي السفر فان البسط هو الذي يساوي السفر هذه قاعدة فان هذا هو الذي يساوي السفر لان المقام من مجموعة التعريف اصلا لا يساوي السفر نصبح لنا ناقص لغارتم ماذا اكس مربع يساوي السفر هل هذا يساوي السفر مستحيل ناقص واحد يساوي السفر معنا يصبح لنا لغارتم اكس مربع هو الذي يساوي لنا الصفر هذه قاعدة لا جيدة لا فيها لان قلت الناقس واحد مستحيل هذا يستوي الصفر لكن نحن نعلم ابنائي شيء ما هو العدد الذي اللغة لاتم لديه هو لما نعوذ لغة به يعطينا الصفر اللي هو اللغة لاتم مشهورة هذه اللغة لاتم ماذا اللغة لاتم الواحد او كذلك بطريقة اخرى كيف نتخلص من اللغة لاتم ندخل الاسية على كل طرف هكذا ندخل قلت الاسية ابنائي على كل طرف هكذا كما اشير هنا فقلنا نحن نتخلص ان هذا يذهب مع هذا مباشرة تنصبح لنا اكس مربع يسوي لنا السية السفر السية السفر المشهورة اللي هي واحد معناه اما الاكس يسوي لنا جذر واحد اللي هو واحد او اكس يسوي لنا ناقس ماذا ناقس واحد اذا ما هي النقاط يا ابنائي النقاط هي لاحظوا جيدا وركزوا معي نقاط التقاطع اذا تسمينا النقطة ا الاولى الاكس كم الاكس واحد الاجراج ها هو ثابت امامكم كم اجراج هو الواحد النقطة بي ما هي هي ناقس واحد والاجراج كم ها هو ثابت لهوا واحد ها هي نقاط التقاطع يا ابنائي بهذه اذا نقل 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 سي اف تقاطع مثلا دالتا يسوي لنا ماذا يسوي لنا ا ويسوي لنا بي تسوي لنا احداثيات واحد احداثيتهم ها هي امامكم واحد واحد ونقس واحد واحد بهذه البساطة المطلقة ابنائي ها قد يعني وجدنا احداثيات تقاطع الان بعدها سوف نكمل المسير تابعوا جيدا قال احسب اف لناقس اكس زائد اف ل اكس وماذا تستنتج لاحظوا جيدا سوف نقوم بالحساب ونلاحظ على ماذا يدور هذا السؤال نحن نعلم ابنائي هذا السؤال ربما عنده خاصية من الخواص سوف نلاحظ اذا نعوذ اف لناقس اكس زائد اف ل اكس تسوي ما معنى معنى في كل مكان من ال اكس نعوذ بناقس اكس معنى هنا بناقس وهنا بناقس وهنا بناقس ثم هنا عندنا نترك العبارة كما هي تعالوا نجرب ذلك ماذا ينتج يا ابنائي ينتج لنا واحد ناقس لغة لثم ناقس اكس مربع على ناقس اكس زائد ماذا زائد اف ل اكس لهو واحد ناقس لغة لثم اكس مربع على اكس لم افعل شيء تابعوا جيدا هو قال ماذا ابني قال زائد تصبح لنا ماذا هذا مع هذا كم يا ابني يصبح لنا اثنان وهذا مربع يعني يصبح لنا هنا زائد لكن هذا ركزوا هذا مع هذا يعطي لنا هنا زائد ومن هنا يهذف يعني كسر عنده الناقس في المقام يمكن ان نصعد به الى البسط يصبح لنا ركزوا ماذا حدث يا ابني وانظروا بامعينكم ان هذه ذهبت مع هذه بقي لنا ماذا ابني بقي لنا الاثنان اذا لاحظوا جيدا وركزوا بامعينكم ثم قال ماذا نستنتج عندنا خاصية تقول اف لماذا اف لاثنان اا ناقس اكس زائد اف لاث تساوي اثنان بي دققوا مع هذا الكلام الذي نتحدث عليه ركزوا ارجوكم وتعلموا لاحظوا ماذا يريد ان نقول تابعوا جيدا هنا وجدنا كم اثنان تابقوا بين ذلك تابقوا بامعينكم لو نلاحظ ركزوا هنا الناقس اكس هاو وهو هاو الآن 2A لا يجد ما يقابله كم؟ 2A يساوي 0 ركزوا ولاحظوا هنا 2B يساوي 2 2B يساوي 2 لاحظوا F لX تساوي F لX ما هو هذا القانون؟ هذا القانون نستخرج الأول ثم نقول لكم ما هو القانون سبح لنا A يساوي 0 على 2 وهنا B يساوي 2 على 2 8 ويساوي 1 إذن هنا ظهرت نقطة إذا سمينا هذه النقطة S حداثيها ما هي؟ هي 0 و 1 ماذا يمثل هذا يا أبنائي؟ هذا قانون مركز التناظر لCF الذي يقول F لإثنان A ناقص X زايد F لإكس يساوي 2B ومنه ماذا نقول أبنائي؟ ومنه نقول ومنه 10 ذات الإحداثية 0 1 هو مركز أو هي مركز تناظر للمنحني ما هو المنحني؟ C F أو C بهذه البساطة المطلقة فقط لاحظتم يعني كيف كيف قمنا بالإجابة؟ إذن استنتاج هو مركز التناظر بعدها قال بيّن أن المعادلة F لإكس تقبل حلا وحيدا ألفا حيث هذا الألفا محصور في هذا المجال ها هو المجال الذي يعطينا للألفا نتابع إذن هنا أبنائي ألفا قال من ناقص 1 إلى ناقص 0.5 أولا نأتي إلى جدول التغيرات ونلاحظ هناك كيف يكون المجال تابع دل كيف تكون طبيعة أهلية متزيدة أبنائي أو متناقصة من ناقص 1 إلى ناقص 0.5 لاحظوا من ناقص 1 إلى 0.5 تكون في هذا الموضع هنا الألفا هنا الألفا يا أبنائي لماذا؟ لأن هذا هو ناقص 2.71 وهذا الصفر إذن الألفا تكون في هذا الموضع لاحظوا الدل من ناقص تكون هنا ناقص 1 وهنا كم تكون أبنائي ناقص 0.5 لاحظوا إلى الدل في هذا الموضع كيف هي أبنائي؟ هي متناقصة لاحظوا لاحظوا هي تنزل أكرر هي تنزل وماذا؟ ومستمرة نقول بما أن أركزوا أرجوكم أبنائي بما أن الدل أف متناقصة وماذا؟ ومستمرة على المجال الذي أعطي لنا فقط يعني هذا المجال من هنا لا تقول من هنا إلى هنا هنا أصلا الدل غير رتيبة إذن على المجال ماذا؟ من ناقص 1 إلى ناقص 0.5 لاحظوا وماذا؟ ونأتي الآن إلى صور المجال ركزوا هنا ها هي الألفا لما تنزل تصبح هنا الصفر معناها الأف تصبح صفر ركزوا لما الأكس يأخذ ألفا الأف لأكس تأخذ قيمة صفر ركزوا إلى هذا الموضع هنا ماذا تكون القيمة التي ها هو الصفر؟ القيمة التي تكون فوق الصفر كيف تكون في هذا الموضع؟ أكيد تكون زائد والقيمة الأخرى العكس هذه هي ناقص 0.5 لما تنزل هنا كيف تكون؟ تكون سالب يعني أحدهما موجب ركزوا حتى التعلمون إلى نظر القيمة التوسط هذا موجب والآخر سالب أين يأتي الصفر؟ يأتي في وسطهما إذن تابعوا جيدا سوف نقوم بحساب أف لمن؟ لناقص 1 تساوي عوض هنا بناقص 1 وهنا بنقص 1 وهنا بنقص 1 تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا 1 ناقص لغة لتم 1 على ناقص 1 لماذا؟ لأن هنا مهما كان ناقص 1 مربع يصبح 1 ولغة لتم الواحد كم يا أبنائي هو الصفر؟ إذن هذا ذهب إلى الصفر بقيت لنا 1 وهذا هو قيمة مجابة نأتي الآن إلى أف لمن؟ أف لناقص 0.5 نعوض في مكان ناقص 1.5 كما تلاحظون ونأتي بالآلة الحاسبة لاحظوا ماذا؟ سوف نتحصل أنه هذا مع هذا يصبح لنا هنا زائد هكذا ثم نكمل الحساب بالآلة الحاسبة لاحظوا ماذا تعطي لنا أبنائي؟ أعطت لنا هذا الأمر ثم نقوم بالآلة الحاسبة بحساب هذا مع التربع هذا يصبح هذا زائد ركزوا معي هنا يبقى لكم زائد لأن التربع هو من جعلها زائد ليس أنا تابعوا جيدا ثم نكمل الحساب فنتحصل على هذه النتيجة التي تلاحظون تعطي لكم هذه بالآلة الحاسبة أعطت لنا ناقص 1.38 على 0.5 ثم هذه قمت بالحساب فوجدت 1.2.77 إذن أعطت لنا ناقص 1.77 إذن هي قيمة سليبة نقول ماذا؟ ركزوا بما أن و بما أن ماذا؟ آف لناقص 1 أعطت لنا 1 و آف لناقص 0.5 أعطت لنا ناقص 1.77 فإن صفر ينتمي إلى هذه الصور ينتمي إلى ماذا؟ إلى ركزوا جيدا إلى ناقص 1.77 و 1 هكذا لأن الصفر أصبح الآن محصور ما بين هذه الصور حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة آف لإكس توساوي السفر تقبل حلا وحيدا ما هو آلفا حيث هذا الآلفا يا أبنائي محصور ما بين الناقص 1 والناقص فاصل 5 وتفسيرها البياني والتفسير نكتب والتفسير البياني والتفسير البياني لحل المعادلة ما هي آف لإكس يساوي السفر هي فاصلة تقاطع ماذا؟ سي آف مع إكس إكس فتحة مع محور الفواصل بهذه البساطة المطلقة هذا هو التفسير البياني معناه محور الفواصل مع المنحنية تقاطعا في هذه إذا معناه جاء هكذا مثل منحنة مثلا نزل هكذا تكون في هذا الموضع قيمة الآلفا المحصورة ما بين الناقص 1 والناقص 0.5 هكذا معناه إذا فرضنا أن هذا هو المنحني مثلا هكذا حتى تفهموا ما معنى التفسير البياني لنظرية القيم المتوسطة لأف لإكس يساوي السفر أما إذا كانت مثلا أف لإكس يساوي إثنان نقول تقاطع تفسير بين لحل معدلة هي فاصلة تقاطع المنحني مع المستقيم ذو المعادلة إيقراج يساوي إثنان ليس إيقراج يساوي السفر لأن محور الفواصل المشهور لهو إيقراج يساوي السفر بهذه البساطة المطلقة الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال الأبنائي نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده قال أثبت أن المنحني يقبل مماسا D يقبل يشمل نقطة ويمس المنحني في نقطتين أكتب معادلة D هنا لو نلاحظ جيدا أولا هل هذه النقطة قال يشمل هل هذه النقطة تنتمي أم لا لأن فيه الكثير يقول يا أستاذ سوف نقوم بتعيين معادلة المماس عند هذه النقطة نقول هل هي تنتمي أم لا لأن لا يجب أن نحسب معادلة المماس إلا عندها نقطة تنتمي إلى المنحني تعالوا ما هي الفاصلة هنا الفاصلة هي الصفر نعوذ هنا بالصفر صفر 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 يا أبناء الصفر أصلا الدلة غير معرفة عنده إذن ليس هذا هو الجواب الجواب سيكون بصغة أخرى ركز أرجوكم حتى تعلموا أبنائي إلى هذا السؤال نقطة بنقطة نتابع ما معنى أبنائي معناه نعطيكم مثال سوف لو قمنا هكذا قلنا مثلا مثلا لقدر مثلا عندنا منهاني يأتينا مثلا منهاني بهذه السيغة مثلا هكذا أبنائي ويأتينا منهانا هكذا هذا يقول هو أراد أن يأتي مثلا مستقيم مماس يأتينا هكذا يشمل نقطة هذه نقطة مثلا هنا اسمها لا تنتمي أصلا إلى تلك المنحاني لا تنتمي لكن يوجد مماس يشملها ويمس المنحاني في نقطة في هذا الموضع وفي هذا الموضع هذا هو يعني الطلب من هذا الشيء نحن نعلم ركز أرجوكم هنا أبنائي نحن نعلم أبنائي أن هذه النقطة مهما كان هي تنتمي إلى هذا المنحاني نقول معادلة المماس هي ماذا هي تابعوا أرجوكم كيف نقوم بحل هذا الإشكال تابعوا جيدا إذن هذه النقطة هي نعم لا تنتمي أكيد لكن هي لا تنتمي إلى الدالة لكن النقطة تنتمي إلى المستقيم دي بما أنها تنتمي إلى مستقيم دي فهي تحقق معادلة له مهما كان مهما كان فهي تحقق معادلة له إذن ماذا نقول هذه النقطة آية أبنائي إحداثيها قلناها لهي الصفر و واحد كيف تقول قاعدة أبنائي تقول بما أن نقطة تنتمي إلى مستقيم معناه تحقق ماذا إحداثيها معناه هذه نأتي بها إلى هنا وهذه نأتي بها إلى هنا يقول أحدكم يا أستاذ هي ليس ممس أنا قلت لم أقول أنها تنتمي إلى المنحان إنما تنتمي إلى هذا الممس المهم تنتمي إلي تكون هنا أو هنا أو هنا المهم تحقق معادلته ما معنى أبنائي معناه نعوذ هنا بسفر و نعوذ هنا بركز هنا بماذا لاحظوا نعوذ هنا بسفر و نعوذ هنا بواحد لأن الإجلاق هو الواحد تصبح لنا واحد يساوي لنا F فتح ل X صفر في ناقص X صفر لأن هذا الصفر مع هذا يعتبر ناقص X صفر يذهب معناه لتذهب زائد F ل X صفر و نقوم بحل معادلة عندنا ماذا عندنا F لX معناه نعوذ هنا بX وهنا بX وهنا بX و عندنا في المشتقة كذلك هنا بX وهنا بX هكذا القائدة تقول معناه ماذا ينتج ينتج لنا واحد يساوي لنا هذه القيمة نأتي بها ونعوذ ها هنا ماذا ينتج ينتج لنا وركز معي أرجوكم ناقص 2 ناقص لغة رتم X مربع هكذا على X مربع ركز أرجوكم حتى تعلموا أبنائي لاحظوا زائد ماذا في ناقص X مربع هكذا زائد ماذا أبنائي زائد F لمن ل X عف ل X اللي هي مشهورة لها اللي هي 1 ناقص لغة رتم X صفر مربع على X 0 بهذه البساطة المطلقة نكمل نكمل هنا أبنائي الحساب رويدا رويدا تابعوا أرجوكم كيف نستخرج هذه النقطتان عندنا أولا عندنا هذا ناقص وهذا ناقص يضربان لأن هذا ضرب هذا ضرب في هذا يصبح لنا هنا زائد هذا الأمر الأول قد تخلصنا منه عندنا كذلك هذا يذهب مع هذا مباشرة لو يقول أحدكم كيف لم نفهم أنقل هذا إلى هذا الطرف أليس يصبح ناقص 1 زائد 1 ويذهب نعم هذا ذهب ركزوا هنا أبنائي على ماذا سوف نتعصل ركزوا كذلك عندنا هنا يذهب من هنا يذهب X ومن هنا يذهب X يعني يبقى لنا في المقام X مربع X فقط لأن هذا في ويذهب من هنا يبقى لنا X 1 فقط في المقام يصبح لنا ماذا يصبح لنا 2 ناقص لغة رتم X 0 مربع ركزوا هكذا على ماذا أبنائي على X 0 ناقص ركزوا لغة X 0 مربع على X 0 نجعلها تساوي كم بما أن ذهبت كل هذه الأشياء تصبح تساوي 0 مهما كان لأن كل شيء إن ذهبت من هنا أصبح 0 لاحظوا لأنها تصبح معادلة صفرية المقام موحد بما أن المقام موحد تصبح لنا هكذا وهنا يذهب هذا من هذا المكان هكذا تصبح لنا يعني كسر يساوي 0 هذا مستحيل يساوي 0 لأن هنا قلنا أبنائي أنه مقام إذن X 0 هذا مستحيل يساوي 0 من هو 0 مربع ناقص لغارتم X 0 مربع يساوي لنا 0 ناقص وناقص سبح لنا ناقص 2 تعطي لنا 2 ناقص 2 في لغارتم X 0 مربع يساوي 0 لماذا مثل ما نقول ناقص X وناقص X كم ناقص 2 X نتابع جيدا هنا رويدا رويدا ما رأيكم أبنائي هو يريد أن حل المعادلة فقط لو ننقل مثلا هذه إلى هنا تصبح لنا 2 تساوي لنا 2 في لغارتم X 0 مربع لاحظوا جيدا هنا أبنائي واركزوا معي تصبح لنا لغارتم X 0 مربع يساوي لنا 2 هذا 2 له الحق أن ينزل إلى هنا تصبح على 2 أي ماذا أي أن لغارتم X 0 أبنائي تساوي لنا 1 ندخل اللغة الأسية على كل الطرف من هنا الأسية ومن هنا الأسية كما فعلت في الأول ولاحظوا ماذا سوف ينتج لنا هذا الشيء أن يذهب اللغة يتم مع الأسية وماذا ينتج لنا يا أبنائي ركزوا أرجوكم تصبح تساوي لنا X 0 مربع يساوي لنا الأسية معناه X 0 ماذا يساوي جذر الأسية أو X 0 يساوي ناقص ماذا ناقص جذر الأسية ها هي تلك يا أبنائي النقاط التي يشملها الممس هذه هي النقاط التي يشملها تلك الممس معناه يشمل X ركز أرجوكم تابعوا هنا يعني الأمر ها هو قد اتضح جليا يا أبنائي لاحظوا ما ركز أرجوكم حتى تتعلموا إلى هذا السؤال الذي يظهر أنه كان صعب إذن ها هي الفاصلتان الفاصلتان أصبحت هكذا يا أبنائي لاحظوا من نقطة تابعوا معي أركز أرجوكم نتابع هكذا أبنائي إذن نقول ومنه لاحظوا نقول ومنه C F يشمل ماذا أو يمس لاحظوا أثبت أن المنحني يقبل مماس D يشمل هذه النقطة ويمس المنحني في نقطتين النقطتين الآن ما هما النقطتين إذا سميناهما أركز أرجوكم نقطة بنقطة إذا سمينا C إحداثيها ما هي هي جذر الأسية و F لجذر الأسية وإذا سمينا النقطة D أو نتفد إذا هذه الكلمة الآش قد سميناها نقول G إحداثيها ماذا ناقص جذر الأسية و F لناقص جذر الأسية ها هي تلك النقطة أبنائي الآن كيف يمكن هنا يعني كيف نحسب هم يمكن أن نحسب ذلك هنا بالتعويض فقط تصبح لنا F لاحظوا في لجذر الأسية يسوي لنا الأسية مربع لاحظوا على جذر الأسية تصبح تساوي ركزوا هنا أبنائي كيف يمكن أن نكمل تصبح واحد عندنا الجذر لما نربعه يذهب الجذر معنا تصبح لنا ناقص لغة رتم الأسية على جذر الأسية تصبح لنا ماذا أبنائي تصبح لنا واحد ناقص هذا يذهب إلى الواحد تصبح لنا واحد على جذر الأسية ها هي النقطة الأولى النقطة الثانية أبنائي إذن النقطة هذا نعوذ ه في هذا المكان لاحظوا ثم عندنا ناقص جذر الأسية كذلك بناقص جذر الأسية كيف نعوذ أبنائي تصبح لنا F لناقص جذر الأسية تصبح واحد ناقص لغة ناقص جذر الأسية الكل مربع على ناقص جذر الأسية هذا الناقص مع هذا يصبح هنا زائد وهنا هذا يصبح لنا زائد لأن مربع ويذهب هذا هنا تصبح لنا واحد زائد ماذا أبنائي لاحظوا نعم نعم إذن تصبح لنا كما قلت يصبح لنا واحد على جذر الأسية إذن هذه النقطة هذه يا أبنائي نعوذ هنا بهذه البساطة المطلقة فقط نتابع الآن قال أكتب معادلة المماز عندها نتابع الآن معادلة المماز معادلة المماز هنا يوجد لنا سوف نعوذ فقط تصبح لنا ي ي ي نختار مثلا النقطة C نختار النقطة C أبنائي أركز أرجوكم حتى تتعلم إلى هذا السؤال نتابع إذن معناه نعوذ مثلا نختار النقطة C نختار لنختار نقطة C معناها تصبح لنا F فتحة لجذر الأسية في X ناقص جذر الأسية زائد F لجذر الأسية أو نختار نقطة G لأنه يشمل كلاهما يشملهم نعوذ في المشتقة بجذر الأسية نعوذ هنا بجذر الأسية ونعوذ هنا بجذر الأسية ماذا على ماذا نتحصل يابنائي يركز هنا أمام أم عينكم لتلاحظ ذلك جليا تابع أرجوكم تصبح لنا ماذا تصبح تسوي لنا ناقص ثم إثناني ناقص هذا قلنا مربع تصبح لنا ماذا تصبح ناقص ناقص ركز هذا مع هذا له ناقص واحد على الأسية ناقص واحد لأن هذا مع هذا يعطينا واحد مع النقص ناقص واحد على الأسية هذه في مكان المشتقل معناه معامل التوجيه ها هو معامل التوجيه ليو ناقص واحد على الأسية إذا نعود تصبح لنا إيغراغ يساوي ناقص واحد على الأسية في ماذا في إكس ناقص الأسية زائد آف للأسية آف للأسية ها هو وجدناه يا أبني ركزوا ها هو أمامكم ها هو وهو واحد زائد سبح لنا زائد واحد ناقص واحد على جذر الأسية لم أفعل شيء سوف نكمل يا أبنائي لأننا نحتاجه هذا السؤال سبح إيغراغ يساوي لنا ناقص واحد على الأسية في إكس ثم هذا في هذا يصبح لنا ناقص بإيغراغ زائد جذر الأسية على ماذا على الأسية هكذا أبنائي زائد واحد ناقص واحد على جذر الأسية لاحظوا جيدا هنا أبنائي لو ندقيق هنا جيدا أن هنا يمكن أن نقول هذا جذر الأسية في جذر الأسية يذهب هذا مع هذا تصبح لنا ركزوا أرجوكم تصبح لنا إيغراغ يساوي لنا ناقص واحد على الأسية في إكس ثم تصبح لنا زائد واحد على جذر الأسية زائد واحد ناقص واحد على جذر الأسية لم أفعل شيء هذا يذهب مع هذا لاحظوا الآن ما هو المستقيم أو معادلة المماس التي سوف نتحصل عليها نتحصل على إيغراغ يساوي لنا ناقص واحد على الأسية تابعوا جيدا نكتبها بخط واضح واحد على الأسية في إكس زائد واحد هذه هي يا أبنائي معادلة تلك المماس الذي يشمل لنا إذا سمينا هذا المماس هو D الذي يشمل تلك النقطة A بأبسط طريقة ممكنة الآن أبنائي نأتي إلى أشياء الآخر وهو الرسم قال أرسم D والمنحني CF نتابع هنا جيدا أبنائي أولا لكي نرسم هذه الأشياء أولا نرسم مستقيم D المستقيم D ها هي معادلته نعطي لقيم بالجدول المساعد الذي نعهدها ونعرفها نعطي مثلا للإكس سفر لاحظ الإغراغ كم يصبح يصبح واحد إذن سفر مع ماذا؟ مع واحد معناه يكون في هذا الموضع عندنا ماذا؟ عندنا كذلك لو نعطي كذلك أبنائي إلى ماذا؟ إلى الإكس الأسية لنتخلص من هذا الأمور الأسية يذهب هذا مع هذا يصبح لنا ناقص واحد زائد واحد سبح سفر إذن ماذا؟ إذن الأسية مشهورة أبنائي ما هي قيمة الأسية؟ هي 2.71 معناه تكون في هذا الموضع مع ماذا؟ مع السفر يكون إذن هنا بهذا الموضع أركز وأرجوكم معناه نقوم برسم المستقيم ونوصل بين هذه النقطة ومن هنا كذلك يركز حتى يكون رسمنا جد واضح ومن هنا كذلك يركز حتى يكون رسمنا جد واضح الآن ويشمو النقطة A؟ ها هي تلك النقطة A يا أبنائي التي تحدثنا عنها أنها السفر واحد ثم عندنا الآن المستقيم المقارب ما هو المستقيم المقارب؟ لهذا هو المستقيم المقارب يا أبنائي Y يساوي واحد Y يساوي واحد هو هذا يا أبنائي لاحظوا ها هو المستقيم Y يساوي واحد وعندنا مستقيم عمود ها هو باللون الأحمر اسمه X يساوي الصفر X يساوي الصفر هذا كذلك مستقيم مقارب يا أبنائي هذا الذي هنا سميناه دالتا أما هذا يسمى X يساوي الصفر هو محور التراتيب الآن عندنا كذلك نظرة القيم المتوسطة قلنا أن الألفا محصور ما بين ناقص واحد وناقص فاصل خمسة معناه يأتينا في هذا الموضع قيمة الألفا يا أبنائي نتابع جيدا كيف تتم العملية عندنا كذلك أبنائي إذن عندنا ها هو جبل ها هو جبل لاحظوا إلى هذا الجبل ما هي الـ X عنده الـ X هي ناقص الأسية ناقص الأسية مشهورة أبنائي ناقص الأسية هي قيمة مشهورة هي ناقص 2.71 ناقص 2.71 يعني بهذا التقريب تابعوا مع ماذا؟ ركزوا مع إذن ها هي الـ X الـ X هي 1 زائد 2 على الأسية اللي هي بالتقريب هي 1.36 1.36 معناه يكون تقريب في هذا الموضع إذن يكون هنا مثل الجبل هكذا هكذا ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا إلى هذا الرسم عندنا كذلك أبنائي تابعوا تابعوا جيدا إذن هنا يصبح لنا ها كذا هنا أتى بهذا الجوار وصعد إلى هنا ثم أعاد النزول يا أبنائي ها كذا نحن تحدثنا عن نقاط التقاطع قلنا ما هي؟ نقاط التقاطع التي تحدثنا عليها قلنا الفواصل كم؟ لما ترحڤنا من السؤال على ذلك ها هي تلك الكلام الذي تحدثنا علينا يا أبنائي نقاط تقاطع قلنا اذن ستيس ل أيحد إذن معناه في هذا الموضع معناه يأتي المنحاني هكذا بالتقريب هكذا ومن هنا يأتينا هكذا لاحظوا ثم ينزل هنا ليجد في نفسه نظرية قيمه التوسط وينزل هكذا يا ابناء يركزوا بجوار المستقيم الأخضر اللي هو x يساوي الصفر لكن هنا الشيء الذي نسيناه هو أنه قال ماذا قال يوجد ممسين إذن هكذا يصبح الرسم كيف هو خاطئ ركزوا أبنائي إذن الرسم يصبح في هذه الحالة خاطئ لأن قلنا أنه يقبل ممسين عند ماذا لاحظوا نقطة بنقطة حتى تكون الأمور جد واضحة ما هم الممسين عند ماذا قلنا الممسين يا أبنائي عند جذر الأسية وناقش جذر الأسية جذر الأسية وناقش جذر الأسية اللي هي كم القيمة هذه يا أبنائي ركزوا لو نأتي إلى الآلة الحاسبة ونقول إذناني فاصل واحد وسبعون جذرها ما هو يا أبنائي تسوي لنا عفوا نقول جذر جذر اثناني عفوا إذناني نقول جذر قلت نتابع نقول جذر اثناني فاصل واحد وسبعون يعطي لنا ناقص واحد لاحظوا يعني لما جعلت ناقص جذر الأسية تعطينا ناقص واحد فاصل اربعة وسبعون ناقص واحد فاصل اربعة وسبعون معناه تقريب بهذا التقريب يكون هنا يمسه معناه هذه القيمة الحدية التي أخذناها أخذناها بتقريب خاطئ أخذناها يا أبنائي قلت بتقريب خاطئ ركزوا أرجوكم تصبح لنا معناه المنحني المنحني يأتينا متابع جيدا نقطة بنقطة إلا أنه هنا لاحظوا الأخطاء الذي كنت مخطئ فيها سيب وهي واحد فاصل ثلاثة وسبعون ليس واحد فاصل ستة وثلاثون إذن هنا لهذا الرسم يعني ظهر أنه فيه تنقض معناه هذه القيمة يقابلها يا أبنائي هذه القيمة التي قلناها في هذا المكان ليناقص جذر الأسية تقابلها واحد فاصل ثلاثة وسبعون يعني بهذا التقريب تكون في هذا الموضع هنا عندنا قلنا مثل الجبل يصبح هكذا أبنائي يركزوا هكذا ثم يأتي لي يمس في هذا الموضع يمسه هكذا نحن منحني نرسمه باليد يعني بالتقريب ثم ينزل هكذا ثم ينزل هكذا ثم ينزل هكذا ها هو الرسم هذا الجزء الأول الجزء الثاني نحن قلنا أنه مارك يوجد لنا الآ مركز تناظر هذه الآ التي سميتها آش يعني هي نفسها آ هي مركز تناظر ما معنى مركز تناظر أبنائي معناه تابعوا جيدا إلى الإكس هو أسية هنا في هذه الحفرة الإكس هو 2.71 إثناني قلت فاصل واحد وسبعون نتابع جيدا يا أبنائي إذن قلت هو الأسية نكون في هذا الموضع لأن هنا الأسية وهنا كذلك أعطينا له الأسية معناه في هذا الموضع يا أبنائي تكون تلك القيمة الحدية نتابع جيدا وركزوا معي نتابع إذن تصبح لنا قلنا ها هي إثناني فاصل واحد وسبعون مع الإيجراكم يا أبنائي لهو سفر فاصل ستة وعشرون سفر فاصل ستة وعشرون معناه بالتقريب تكون في هذا الموضع يعني بالتقريب ثم ننطلق هنا في عملية هنا تشبهها الحفرة تابعوا ها كذا يا أبنائي وعندنا قلنا يتقاطع مع المستقيم في النقطة واحد واحد في هذا الموضع معناه سوف يأتينا بالتقريب إلا أنه أركزوا أرجوكم حتى تعلموا أبنائي بما أن قال هنا حتى في هذا المنطقة لا يجوز لأنه حتى يصبح مماس عند ماذا أبنائي عند مثل هذه القيمة التي تحدثنا عليها هنا جليا تصبح في هذا الموضع يعني يصبح هكذا ركزوا لأن الجذر عندنا قلنا يمسه في نقطة اللي هي الجذر تذكروا ذلك أنه ناقص جذر الأسية وماذا قلنا هو الجذر الأسية في هذا الموضع يمسه قلنا أنه جذر الأسية ما هي يا أبنائي لاحظوا قلت جذر 2.71 أعطت لنا أركزوا أبنائي بكل بساطة أعطت لنا 1.64 إذن 1.64 معناه يكون بهذا التقريب يعني يمسه هنا إذن القيمة الحدية سوف تكون أقل من ذلك ركزوا أرجوكم حتى تعلموا هكذا أقرب لكم المعطيات إذن قلنا لاحظوا جيدا تكون الأمر جد جد دقيق جدا حتى تكون الأمر واضحة إذن هذا مع 0.26 تكون في هذا الموضع يعني إذا قلنا يصبح يمسه هنا يمسه هكذا أبنائي يمسه هكذا ثم يكمل مسيره هكذا لاحظوا هكذا ثم يأتينا مع هذا المستقيم المقارب العمودي يعني يأتي من هنا ويصبح ينزل 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 إلى أن يصل إلى هذا المنطقة لنقطة التماس هنا هنا في هذه المكان يصبح هنا نقطة التماس كأنما لاحظوا ها هي نقطة التماس ثم يصبح يكمل سيره مرة أخرى هكذا هذا هو المنحني يا أبنائي بطريقة جد واضحة هكذا هذا هو تلك يا أبنائي المنحني بطريقة يعني جد واضحة وداقيقة لأن الأمور جد جد صعبة المناء لأن القيم قيم تقريبية لهذا يصعب الرسم هكذا بأبسط طريقة قمنا يا أبنائي برسم هذا هذا الشكل الرائع بكل بساطة فقط الآن أبنائي بعدما أكملنا مع هذا نأتي إلى المناقشة البيانية قال ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي أم عدد حلول المعادلة أفلي إكس يساوي لنا أم إكس زائد واحد نتابع جيدا إذن هذه المعادلة أفلي إكس يساوي لنا أم إكس زائد واحد نقول تقاط تقاطع ماذا سي أف مع المستقيم دا لاحظوا دي أم دي أم سميته دي أم سوف تلاحظون لماذا بحيث دي أم معادلته إيجراج يساوي لنا أم إكس زائد واحد يعني كأنما هنا وضعت الإيجراج فقط ركزوا هنا أبنائي لماذا قل دي أم لأن لو تدققوا معي وتلاحظوا أن هناك واحد آ هو واحد هنا الإكس هنا الإكس إلا أن الآن هو ناقص واحد على الأسية سوف تلاحظون ذلك بأم عيونكم إذن قلنا هي الفواصل الفواصل معناه هو هذا المحور هذا هو الذي يعطينا الحلول الحلول تكون على هذا المحور وهو محور الفواصل نتابع جيدا أبنائي لو ندقق هنا جيدا إلى هذه المناقشة هي مناقشة تظهر أنها مناقشة كأنما دورانية لماذا؟ لأننا نعلم أن أي مستقيم أبنائي يكتبوا AX زائد B AX زائد B ولاحظوا إلى هنا Y يساوي لنا MX زائد واحد لاحظوا بالمطابقة ركزوا ال B هو الواحد أما ال A هذا ماذا يمثل المعامل التوجيه كأنما كذلك الآن هو معامل التوجيه الآن أصبح يتغير إذا تغير شيء حسب معامل التوجيه فيصبح له حركة ما هي حركة كأنما دورانية هكذا هكذا يدور يعني يشكل لنا كأنما مساره سوف يصنع لنا يا أبنائي ما نسميه دائرة كأنما ما يصنع لنا دائرة هذه الدائرة ما هو المركز لديها المركز لديها هو هذه النقطة الثابتة كم ركزوا هي واحد هذا ال B ال B دائما يمثل يا أبنائي هو تقاطع ال B هذا دائما في أي معادلة من المستقيم إيجلا جيسينا آيك زايد بي ال B يمثل تقاطع تقاطع المستقيم ماذا دي أم مع محور التراتيب هذه دائما عليكم بالحذر منها إذن هنا كأنما ركزوا المنطقة التي يكون فيها الثابت معناه هي الواحد ها هي قيمة الواحد معناه كأنما نأتي بمدور ركزوا ها هو مدور أبنائي ونضعه كأنما هنا كأنما تصبح هذا المسار هذا المستقيم يعطي لنا هكذا كأنما يعطي لنا دائرة كأنما يعطي لنا دائرة ركزوا أرجوكم سوف نأتي بي المستقيم أمامكم لا نقول منقاش البيانة هي الدائرة لا لم أقصد هذا أقصد كيف نشرح أولا المستقيم سوف نأتي به أولا نضعه ها كذا ليكون أولا في الأول موازي للمستقيم هذا المستقيم لهو ال D لأن المستقيم هذا الذي يظهر هذا المستقيم يا أبنائي هو المستقيم D وD لاحظوا إلى معادلتي ها هي أمامكم ركزوا أرجوكم كيف تتم المناقشة بأبسط طريقة ممكنة تابعوا أبنائي ولاحظوا معي إذن هنا لما يكون Y يسوي لنا لاحظوا قلنا M X زائد واحد والمستقيم D ها هو يا أبنائي ما هو يسوي لنا ماذا أبنائي ناقص واحد على الأسية X زائد واحد هنا بالمطابق الآن كم يكون يا أبنائي لاحظوا طابقوا ها هو الآن إذن لما يكون الآن يسوي لنا ناقص واحد على الأسية ناقص واحد على الأسية يكون ماذا يكون D M يسوي نفسه هو المستقيم D يكون متطابقان يعني يكون متطابقا كما أشير هنا ها هي أمامكم المعادلة كم تقبلوا من حل تقيقوا معي المعادلة كم تقبلوا من حل يا أبنائي ها هو يمسه في هذا الموضع ويمسه كذلك سوف نقوم بمهي الدائرة ربما حتى لا تحدثت لكم الإشكال هكذا لاحظوا جيدة لاحظوا عندنا ها هي نقطة يمسه فيها تسقط هنا في الجهة الموجبة وعندنا هنا نقطة أخرى يمسه فيها هذه كمقنها التي برهنناها أنها هي الجذر الأسية وهنا في هذا الموضع ناقص جذر الأسية لماذا؟ لأن برهننا على أن المستقيم هذا الدي يشمل نقطتين ممستين وجدناهم إذن نقول أم يساوي ناقص واحد على الأسية للمعادلة حلاني ما هم الحلان؟ متميزان هم إكس يساوي جذر الأسية وإكس الثاني يساوي ناقص جذر الأسية ها هو واحد وها هو الآخر هذه لما تكون بهذه المطابقة هكذا الآن بعدما أكملنا مع هذه الحالة نلاحظ أن المستقيم الآن سوف ينطلق في عملية الدوران هكذا تابعوا جيدا نتابع هكذا لو ينطلق ويبدأ في عملية الدوران لأن هذه المنقشة منقشة دوران ها هو بدأ يدور لاحظوا كم أصبح يقطع يا أبناي دقيقوا بأمي أعينكم كم يصبح يقطع أنا ألاحظ أنه سوف نقلب قليلا حتى يلاحظ الجميع هكذا أنا ألاحظ أنه يقطعه في أربع نقط ها هي واحدة سالبة وها هي الأخرى سالبة وعندنا ها هي أخرى موجبة وعندنا ها هي أخرى موجبة إذن كم يصبح لدينا من حال من ماذا إلى غاية هنا يظهر أنها فيه إثنان موجبة سالبان وإثنان موجبة لكن من ماذا من هذه القيمة لهن ناقص واحد على الأسية في رأيكم إلى غاية ماذا أبناي لاحظوا لو نكمل السيلان والدوران لاحظوا يبقى مرتان حلان 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 إلى غاية هذا المكان هنا كم يكون المستقيم الأفقي المستقيم الأفقي تذكروا دائما كل مستقيم أفقي معامل توجيهه يكون كم يساوي الصفر هذه مهما كان معناه هنا في هذا الموضع تكون هكذا دائما كما أشير هنا كما أشير هنا إذن نقول ماذا نقول آم ينتمي من هذه القيمة التي أخذناها ما هي؟ لها معامل توجيه من ناقص واحد على الأسية إلى غاية الصفر إلى غاية الصفر لأن هنا هذا المستقيم يكون معامل توجيه الصفر معامل توجيه الصفر يعني غير مائل أصلا نقول للمعادلة أربع حلول إثنان موجبان وإثنان سالبان ومتميزان أكيد ومتميزان ومتميزان هذا هو الجواب الآن لو نأتي عند في هذا الموضع أركز في هذا الموضع هنا وهنا كم يوجد؟ آم يساوي كم؟ الصفر الصفر للمعادلة حلان ما هو ما وجدناهم؟ إكس يساوي واحد ووجدنا إكس يساوي ناقص واحد ها هو ناقص واحد وها هو الآخر واحد فقط الآن لو يكمل مسيره هذا المستقيم يكمل الدوران أركزوا هنا عفوا إذن ها هو يكمل الدوران لاحظوا ها هو بدأ يكمل كم يوجد يا أبنائي؟ يوجد لنا حلان تابعوا ها هو يدور دائما قلت يدور في النقطة الثابتة يدور في النقطة أه مهما كان هو يدور في هذا الموضع تابعوا ها هو يكمل الدوران كم؟ حلان إني ألاحظ هلان ها هو حل وها هو حل هذا موجب وهذا سلب إلى غاية ماذا؟ إلى غاية يا أبنائي نحن مع الميل نحن مع الميل تذكروا هذه الكلمة الميل مازال يزيد مازال يزيد ركزوا ثم مازال يزيد والحلول تبقى حلان فقط تابعوا ها هو حل حلان 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 ركزوا سوف تلاحظ ذلك بأم أعينكم أبنائي تابعوا إذا تابعوا أرجوكم هكذا ها هو مازال يدور يكمل الدورا لأنه يتعامل مع معامل التوجيه إلى غاية هذا المكان المجال مفتوح يهترى إلى مغاية ماذا إذن نقول أم أخذ ماذا أم ينتمي من الصفر إلى زائد مال نهاية لأن كل مستقيم عمودي هكذا معامل التوجيه يكون مال نهاية طنجة معناه لديه هو المال نهاية لأن السينس على الكوس والكوس يكون يسوي الصفر معناه تعطيكم مال نهاية إذن من صفر إلى منها للمعادلة حلاني متميزان أحدهما موجب والآخر كيف هو سالب هذه المناقشة لاحظتم يا أبنائي كيف تمت معناه يعني لتفسير أكثر أن هذا المستقيم يا أبنائي له مكان لهو الأ ويصبح يدور أركزوا هكذا كان في الأول في هذا الموضع هنا ثم أصبح يدور كأنما هكذا يدور كما أشير هنا ها هو المستقيم أصبح يدور بهذه البسطة فقط كلما يدور نرى أن عدد الحل هي نقاط التقاطع بأبسط طريقة ممكنة فقط الآن أبنائي بعدما أكملنا المناقشة البياناتي إلى عين مساحة S لألفا مساحة السطح المحدود بالمنحني CF والمستقيمات التي معادلتها لاحظوا كم ماذا قال؟ قال Y ركزوا هنا أمام عينكم Y يساوي كم؟ Y يساوي لنا واحد و X يساوي لنا ماذا؟ ناقص واحد و X يساوي ناقص واحد و X يساوي ألفا و X يساوي ألفا لأن هنا تحدثنا عن أن هذا المكان أبنائي أفواً سوف نقرب أكثر إذن ها هو X يساوي ألفا لأننا قلنا أن هذا المكان يا أبنائي هو الألفا لاحظوا ما إذن ما هو المساحة هي هذه لاحظوا بأم عينكم تصبحوا لنا المساحة يا أبنائي هي هذه المساحة الذي يريد هذه بالضبط لو نكبرها سوف تلاحظ بأم عينكم هذه هي المساحة التي أراد من أبنائي أن نقوم بماذا؟ بحسابها ها هي المساحة التي أشير هنا إليها باللون الأحمر لاحظوا أولا بما أن هذه المساحة بالنسبة إلى المستقيم أركزوا نقول بما أن لاحظوا نقطة بنقطة حتى نتعلم كيفية حساب المساحات والتكاملات نقول بما أن المنحني يقع تحت المستقيم دائما هذه بما أن المساحة وقعت تحت هذا المستقيم الأزرق هذا تحته بما أنها تقع تحته ماذا نقول؟ نقول التكامل هذه S لالفا تسوي التكامل من ماذا؟ لاحظوا جيدا من السغير إلى الكبير يعني من هنا إلى هنا هكذا تقول القاعدة من السغير إلى الكبير يعني كما أشير هكذا يعني من ناقص واحد إلى ألفا لمن؟ لي ويجراج إيجراج ناقص آف لإكس هكذا تقول القاعدة دي إكس معناها تفاضل إكس ركزوا أما إذا كانت المساحة مثلا في هذا الموضع هنا مثلا كما أشير لقلنا أن آف لإكس ناقص إيجراج هكذا دائما تذكروا هذه إذ دائما المساحة قارنوها مع المستقيم المقارب بالأفوق هذا أو الألمائي إذا كانت فوقه قولوا آف لإكس ناقص إذا كانت تحتوي قولوا آف إيجراج ناقص إن أخطأتم بذلك ففي الأخير سوف تجدون المساحة السليبة فاضربوها في الناقص ويحل المشكل إلى الأبد تصبح لنا تساوي ماذا؟ تساوي أن التكامل من ناقص واحد إلى ألفا لمن لواحد ناقص آف لإكس وهي واحد ناقص هكذا لغة لتم إكس مربع على إكس تفاضل دائما إكس بهذه البساطة لكن هنا يدخل الناقص عليهما فتصبح هنا هكذا ناقص وتصبح هنا عندنا الزائد فيذهب هذا مع هذا تصبح لنا التكامل من ناقص واحد إلى ألفا لمن لغة لتم إكس مربع على إكس تفاضل إكس الآن ما هي الآن الدلة الأصلية لهذه الدلة نتابع جيدا هنا أبنائي يمكن هذا قلنا لينزل لكن ليترك لنفسه ماذا؟ القيمة مطلقة تصبح تساوي لنا من ناقص واحد إلى الألفا إثنان في لغة لتم القيمة المطلقة لإكس على إكس تفاضل إكس يقول أحدكم يا أستاذ لماذا جعلت القيمة مطلقة؟ قلنا يا أبنائي لا دم دائما لما ينزل هذا الاثنان إلى هذا الموضع يترك القيمة المطلقة ولا تنسوا أننا ما زلنا في الجهة السالبة من المحور لأنها هو هنا إكس كم يساوي يركزوا هنا إكس كم يساوي السفر هنا الإكس يساوي السفر يعني هذا المستقيم التي تكون من هنا إذن نقل القيمة المطلقة لإكس قلنا تأخذ قيمتين يا إما الإكس لما إكس يكون أكبر أو يساوي السفر أو تأخذ لنا ناقص إكس إذا كان الإكس أقل أو يساوي السفر يعني نحن لو كانت من هنا إلى هنا نقول ماذا نقول ز نقول إكس أما من هنا إلى هنا نقول ناقص إكس إذن بما أن نحن في الناقص إكس معناه نأتي بهذه القيمة ونعوذها أبنائي في هذا الموضع لاحظوا على ماذا سوف نتحصل تابعوا رويدا رويدا تصبح تساوي لنا التكامل من ناقص واحد إلى الألفا لمن لإثناني في ماذا أركزوا أرجوكم للغة اليتم ناقص إكس على ماذا على إكس دائما تفاضل إكس لاحظوا نقطة بنقطة أبنائي وركزوا معي الآن لو ندقيق جيدا إلى هذه العبارة سوف نستخرج الدل الأصلية الآن لهذه القيمة هذه القيمة نريد أن نستخرج لها الدل الأصلية ثم نكمل التكامل أولا ماذا نقول لغة اليتم ركزوا إلى اللغة اليتم ناقص إكس على إكس دالتها الأصلية ما هي يا أبنائي لو ندقيق إلى هذه الكتابة لو ندقيق إليها لاحظوا إلى الدلة هذه التي تكتبها كذا إذا قلنا مثلا أف مثلا مربع أف ركزوا أف مربع ما هي دلة الأصلية لأف مربع هي ماذا هي إثنان في أف فتحة في أف لإثنان ناقص واحد هذه القائدة إذا كانت الدلة مربع نقول هذا الإثنان ينزل في ماذا في مشتقلاتي بالداخل في الدلة ونقص لها درجة والدلة نقص لها درجة إذن لو تدقيقوا معناها الدلة الأصلية ركزوا جيدا الدلة الأصلية لكل دلة مكتبة من الشكل إثنان في أف فتحة في أف دالتها الأصلية ما هي يا أبنائي دالتها الأصلية تصبح هي أف مربع هي أف مربع ركزوا أرجوكم وتابعوا معي هنا معناه هذه الدلة التي عندنا هنا هل هي مكتوبة على هذا الشكل أم لا ركزوا نعيد كتابتها هذه لو نلاحظ هي مكتوبة واحدة على X في ماذا لاحظوا جيدا في لغة رتم ناقص X لو نضرب ركزوا وأتابعوا معي نقطة بنقطة كيف تزيلوا لو نضرب هنا في ناقص وهنا في ناقص لاحظوا ماذا ينتج ينتج تساوي لنا ناقص ثم ماذا واحد على ناقص X ركزوا تابعوا في لغة رتم ماذا ناقص X أليس هي نفسها مكتوبة لاحظوا جيدا مكتوبة F فتحة ها هي اتركونا من الناقص كأن ما تصبح لنا ها هي F فتحة في F عفوا F فتحة قلت في F F فتحة في F لينقص لنا ماذا ينقص لنا الإثنان لينما ينقص لنا إثنان ما رأيكم أبنائي أن نضرب في إثنان ونقسم على إثنان لاحظوا تصبح لنا ناقص واحد على إثنان في إثنان في F فتحة في F ما معناه معناه لاحظوا جيدا وتابعوا معي نقطة بنقطة إذن أبنائي تابعوا جيدا إذن على ماذا سوف نتحصل معناه يعني في الأخير سوف نقول لاحظوا جيدا معناه ما هي الدلة الأصلية التي سوف نتحصل عليها لهذه الدلة وركزوا معي ودقيقوا معي تصبح لنا الدلة الأصلية لمن؟ إذا سميناها F لإكس هكذا أليس هي نفسها؟ ركزوا أرجوكم لهي تصبح لنا لغة رتم ناقص إكس الكل مربع على إثنان ركزوا أرجوكم لأن هذا الناقص الذي أضفناه يمكن أن نتخلى منه يعني لا يحدث لنا أي إشكال لا يحدث لأن تابعوا جيدا لأن مهما كان لا يحدث لنا أي إشكال معناه تصبح لنا كأنما هذه الدلة الأصلية لديها ما هي؟ تصبح لنا واحد على إثنان في لغة رتم هذه العبارة اللي هي إكس ناقص إكس لكل مربع ها هي الدلة الأصلية وإن لم تصدقوا هيا نقوم بعملية بعملية يا أبنائي بعملية الاشتقاق تعالوا نقوم باشتقاق هذه العبارة ماذا تصبح لدينا؟ أركزوا أرجوكم تصبح لنا قلنا أنه هذا ينزل مشتقد دلة آن يصبح لنا تابعوا هذا النسل نتركه لغة واحد على إثنان هذا لا دخلنا فيه لغة واحد على إثنان في هذا ينزل أنزلوه ماذا إذا نزل ماذا يترك فيه في مكانه يصبح لنا إثنان في ماذا؟ في مشتق هذه التي بالداخل مشتقد دلة آن قلنا يصبح لنا هو ماذا؟ هو ناقص واحد على ناقص إكس مشتق ما بداخل لنا على ما بداخل في العبارة كانت قوة إثنان نتركها تصبح لنا قوة ماذا؟ قوة واحد ناقص إكس هكذا ماذا ينتجي أبني؟ هذا يذهب مع هذا وهذا يذهب مع هذا ها هي ركزوا تصبح لنا تصبح تساوي لنا لغة لتم ناقص إكس على إكس إذن الدلة الأصلية وجدناها لهي لغة لتم ها هي أمامكم لغة لتم ناقص إكس مربع على إثنان لاحظتم؟ يعني بعدها يا أبنائي ما علينا ركزوا إلا أن نأتي ونقوم بعملية التعويض فقط تابعوا تصبح تساوي لما نأتي بالدلة الأصلية إذن قلنا الإثنان ونأتي بالدلة الأصلية التي أتينا بها ما هي؟ هي قلنا لغة لتم إكس هكذا الكل مربع على إثنان هكذا أبنائي وهنا بما أن نترك حدود التكمل يصبح من هنا ناقص واحد وألفا دائما لما تحطوا الدلة الأصلية تخلوا عن هذا الرمز واجعلوه من هذه الجهة الآن ماذا ينتجي أبنائي؟ ينتج لنا إذا نقلنا إلى الألفا يصبح أنه هذا يذهب مع هذا تصبح تساوي لنا ماذا؟ تصبح لغة لتما هنا نسينا ناقص إكس عفوا تصبح لنا ناقص إكس هكذا الكل مربع الكل هكذا لنا ناقص واحد وألفا الآن ماذا تقول القاعدة أبنائي؟ تقول القاعدة تساوي ما زلنا مع أس لألفا تساوي لنا نعوذ بالكبير ناقص نعوذ بالساغر ما تصبح لنا لغة رتمة ماذا أبنائي؟ ركزوا تصبح لنا لغة رتمة ناقص ألفا سوف تلاحظون هكذا مربع ركزوا أرجوكم ناقص ماذا؟ ناقص لغة رتمة ماذا؟ ناقص ناقص واحد هكذا الكل مربع تساوي لاحظوا نقطة بنقطة هنا تعطي لكم ناقص سبح معا ناقص سبحنا نزائد واحد لغة رتمة الواحد يذهب إلى الصفر ماذا ينتج؟ ينتج لنا لغة رتمة ماذا أبنائي؟ لغة رتمة ناقص ألفا الكل مربع ها هي أس لألفا هل هذه القيمة مجابة؟ نعم قيمة مجابة لأن ماذا؟ لأن الألفا محصور ما بين الناقص سفر خمسة والناقص واحد فهو قيمة سالبة إذا وضعناه هنا وأضفنا الضربها في الناقص سبح قيمة مجابة إذا المساحة هذه مساحة صحيحة مئة بالمئة يعني حتى تكون على الدراع الآن بعدما أتينا وقمنا بهساب هذه المساحة نأتي إلى السؤال الآخر الذي طلب مننا نتابع جيدا ما هو هذا السؤال إبناء ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا إلى هذه الأسئلة الرائعة نتابع السؤال الأخير قال ها هو سؤال الأخير ها هي المساحة التي حصلنا عليها ها هي المساحة قال بيّن مني أن أس آلفة تساوي لنا آلفة مربعة على أربعة إذا كيف نثبت على أن البرهان أن أس لآلفة تساوي لنا آلفة مربعة على أربعة ركزوا أرجوكم نحن ماذا عندنا عندنا آلفة لآلفة ماذا تساوي تساوي السفر من نظرية القيم المتوسطة هل نسيتم ذلك لما قال أثبت أن المعادلة تقبل حلا لمحصور ما بين الناقص صفر خمسة والناقص واحد حسنو تصبح لنا آلفة لإكس تساوي السفر ما معناه هذه معناه لما نأتي بهذه الآلفة ونظاحة هنا تصبح تساوي السفر ما معناه ركزوا أرجوكم معناه هنا نتخلص يريد أن نتخلص من اللغة الرثمة يريد أن نتخلص من هذا اللغة الرثمة لاحظوا ماذا عندنا تصبح لنا آف لي آلفة تساوي لنا واحد ناقص اللغة الرثمة لاحظوا آلفة مربع على آلفة يساوي السفر أظن أن الرسالة وصلت هكذا طلب مننا لاحظوا جيدا نتابع جيدا هنا أبناي ما معناه معناه سوف نقوم بتوحد هنا المقام وهنا المقام ولاحظوا على ماذا سوف نتحصل نتحصل على أنه آلفة ناقص اللغة الرثمة آلفة مربع على آلفة يساوي السفر هل هذا يساوي السفر بجداء الطرفين في جداء الوساط يصبح هذا في هذا يساوي هذا في هذا ماذا ينتج ينتج لنا آلفة ناقص اللغة الرثمة آلفة مربع يساوي السفر ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا آلفة تساوي لنا اللغة الرثمة آلفة مربع الآن آلفة مربع نتابع جيدا كيف نصل إلى هذا الشيء الذي طلب مننا يا أبنائي لاحظوا جيدا عندنا قلنا أن هذه هل هي تابعوا جيدا نقطة بنقطة أبنائي نكمل أبنائي عندنا هذا له الحق أن ينزل إلى هنا ماذا ينتج أبنائي ينتج لنا آلفة يسأل لنا ماذا إثنان في لغة نتم القيمة المطلقة لآلفة لماذا لأن الآلفة قيمة السالي بل يمكن أن ينزل ويتركها لوحدها بل يترك القيمة المطلقة تابعوا أبنائي نقطة بنقطة لكن القيمة المطلقة لآلفة ماذا تسأل لنا القيمة المطلقة لآلفة إما تسألنا ناقص آلفة وإما تسألنا آلفة لكن نحن بالجهة السالبة نحن هنا لما يكون الآلفة أكبر أو يسأل 0 وهنا الآلفة أقل أو يسأل 0 ونحن عندنا هنا في المنحن نقلنا أن الآلفة أبنائي محصور ما بين ناقص 0.5 وناقص 1 إذن ماذا نأخذ هنا قلنا زائد عفوا وهنا ناقص ألفا وهنا زايد ألفا فنحن مطالبون بما أنها تنتمي إلى هذا المجال نأخذ ناقص ألفا معنى أن يمكن أن نعوذ هنا بناقص ألفا ماذا ينتج؟ ينتج تساوي إثنان في لغة رتم ناقص ألفا لاحظوا جيدا هذه ماذا تساوي؟ تساوي لنا ألفا هاي تساوي لنا ألفا ومنه اللغة رتم ناقص ألفا يساوي لنا ماذا؟ ألفا على إثنان ألفا ركزوا على إثنان هذا ما هو؟ هو اللغة ناقص ألفا معناه اللغة ناقص ألفا هذا يمكن أن نأتي ونعوضه هنا بهذه القيمة ماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج لنا أس لألفا يساوي لنا اللغة رتم عفوا عفوا يساوي لنا عفوا أعذروني يساوينا هكذا يساوينا قلنا هذه نأتي بها ونعوضها كليا في هذا المكان يصبح لنا ألفا على إثنان الكل مربع يصبح يساوينا ألفا مربع على أربعة وحدة مساحة بكل بساطة وهو الجواب إذا لاحظتم هو التمرين رائع تعلمنا من خلاله أشياء عدة وعديدة وفي الأخير أتمنى أبنائي قد استفدتم من هذا التمرين الرائع والجميل كما نرجو منكم أولادي وبناتي أن لا تنسونا لنا بالدعاء بالصحة والآفية ونرجو دائما ترحموا على روحكم الطاهرة وجزاكم الله خيرا وزوروا موقعي له وصفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جدينا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر